اهلا بكم على قناة مجلة ريجيم اليوم رح يكون موضوعنا عن الرجيم الزبادي من أسرع الرجيمات ومن أشهرها ومن أنجحها صغراته الحرارية قليلة جدا فيد خصوصا لمن يعاني من سمنة الكرش نأتي الآن للبرنامج الغذائي للرجيم أول شي عند الاستيقاظ يجب شرق كوب ماء كبير جدا وبعدها حوالي ربع ساعة أو حتى ثلاثين دقيقة يكون الفطور الصباح عبارة عن علبة زبادي حوالي ميتين غرام ميتين غرام يعني ممكن تكون علبة أو علبتين زائد حفنة من الحبوب الكاملة قبل الغداء أيضا لحوالي ربع ساعة إلى ثلاثين دقيقة يجب شرب كوب ماء كبير جدا زائد كوب شاي دون سكر عند الإحساس بالجوع ممكن ناخد أي نوع من الفاكهة لكن من الأفضل أنه إما ناخد تفاح لو كنا نعاني من سمنة البطن أو كيوي أما إذا كنا نعاني من سمنة الأرداف فالأفضل أن ناخد حبة إجاس نأتي الآن لبرنامج الغداء الغداء اليوم الأول 300 غرام زبادي زائد 200 غرام خاص زائد حبة خيار عشاء اليوم الأول كوب شربة خضار زائد 30 غرام زبادي الشربة ممكن نحضرها في البيت يعني من الأفضل أنها تكون خضار طازجة مثل البقدونس أحبة بططة صغيرة الكوسة نقطحها نضعها في القدر مع قليل من الماء ليمون بوهرات متنوعة القليل جدا من الزيت لكن إذا كنا نعاني من سنة الأرداف فممنوع وضع أي دهون بعدين نحطها في الخلاط ونخلطها نأتي لليوم الثاني الغداء عبارة عن 50 غرام من صلطة الرس يعني حوالي ملعقتين من ملاعق الأكل زائد علبة طونة مصفات زائد 20 غرام طماطن عشاء اليوم الثاني بيكون 300 غرام زبادي زائد 2 من فواكه الموسم غداء اليوم الثالث خضار مطهوة على البخار جزر و شمر 300 غرام كمية النوعين عشاء اليوم الثالث 300 غرام زبادي زائد صلطة فواكه أما غداء اليوم الرابع 150 غرام سمك مشوي مع عصير ليمون و بقدونس و 200 غرام من البروكلي مطهوة على البخار عشاء اليوم الرابع 300 غرام زبادي زائد حفنة فشار الفشار بدون إضافات يعني لا ملح لا سكر و غداء اليوم الأخير أي اليوم الخامس الصلطة المشكلة طبق كبير يعني تكلون حتى تشبهون عشاء اليوم الخامس 300 غرام زبادي زائد صلطة كيوي و حوامد يعني برتقال ليمون كيوي لأنه يعتبر من الحوامد أيضا وهكذا بعد مرور خمسة أيام ستراحدون فرق في الميزان و في المقاسات وبالتوفيق للجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر